تحت رعاية الرئيس السيسي انطلقت أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية للاتحاد الأفريقي حول الخدمة العامة والحكومة المحلية والتنمية الحضرية وفي كلمة لرئيس مجلس الوزراء أكد مصطفى مدبولي أن تنمية المجتمعات المحلية هي السبيل الأساسي للحفاظ على المكتسبات الأساسية في إفريقيا تنمية المجتمعات المحلية والاستثمار في تطوير آليات الإدارة المحلية هي السبيل الأساسي للحفاظ على المكتسبات التنموية في أفريقيا كما إنه متطلب رئيسي من متطلبات مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها مجتمعاتنا المحلية في الوقت الراهن وفي المستقبل ومن هذا المنطلق فإن مصر كانت حريصة دائما على المشاركة ودعم التجمعات والفعاليات والمنتديات الأفريقية المعنية بالتنمية المحلية